المرأة والمجتمع برنامج أسبوعي يرصد مساهمة المرأة في المجتمع من إمضاء الصغرى الكنتاوي المرأة والمجتمع أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المرأة والمجتمع في هذه الحلقة يستضيف البرنامج أو يحل ضيفا على الجامعة الملكية للرياضات الوترية والرشاقة البدنية في شخص رئيستها المؤسسة والفعلية الأنسة سلمة بناني والتي حلت مؤخرا بمدينة الداخلة لتنظيم كأس المسيرة الخضراء لرياضة للبريك دانس في دورته الثالثة الأستاذة سلمة بناني أهلا وسهلا بك والبرنامج يشكر لك حسن وسخي استجابة الدعوة رغم انشغالاتك ووقتك ثمين وكذلك المستمعين الكرام لا شك أنهم في شوق الاستماع للتوضيحات التي تعطيهمنا عن هذه الرياضة وهذا النشاط اللي انت تميزت به كمغربية أولا وقبل كل شيء السؤال الأول هو لماذا بالضبط أسستي هذه الجامعة السبب الأول أسستيها ومتى وشين هي الأهداف من وراء برك الله وفيك لله وشكرا جزيلا على الاستضافة شكرا بعدا جوابا على السؤال ديالك تأسيس ديال هاد الجامعة جاء يعني جاء طبيعي جاء بوحد الشكل طبيعي أنا خديت الباكالوري ديالي مشيت لأمريكا باش نتابع الدراسة ديالي وتما اكتشفت هاد الرياضة رياضة الايروبيك والفيتنس لأنها هي هاد الرياضة تخلقت في أمريكا وهي وهي رياضة أمريكية إذن اكتشفت هاد الرياضة في أمريكا وبديت كنمارسها وحماقت عليها وبديت كندرسها وبديت كنتعرف يعني على الخصوصيات ديالها وعلى المميزات ديالها إذن مني نسالت الدراسة ديالي في أمريكا مشيت من بعدها لفرنسا وكملت وكملت يعني اللي فوق ماسون ديالي في هاد الميدانة دا وخديت ديبلوم ديالي ديال حاكم دولية وديال مدربة في 1998 من طرف الجامعة الدولية ومن يدخلت المغرب في 1996 هجلت الفكرة جلت الفكرة ديال خلق الجامعي جامعة لأنه مني كنت كنت تتبع الدراسة ديالي في أمريكا وفرنسا وكنت كنت ندخل المغرب في العطال ما كالقش دوادي اللي فيها هاد رياضة اللي ممكن للمرس بها هاد رياضة إذن منتما كجلت الفكرة ديال خلق جامعة اللي غادي يكون الهدف دياله هو التقنين ديال هذا الرياضة نعم أول مرة بغايت تأسي هاد الجامعة شنهما العراق اللي اللي يلقاوك كمرأة بغايت تأسي جامعة للرياضات صراحة أنا بزرط الصحابين اللي كترحوا عليها هاد السؤال هذا بالنسبة للعراق اللي أنا يعني اللي عشتها من اللي مني جيت نخلق الجامعة عشت جوج المشاكل 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 اللي هو المشاكل اللي كان يمكن أي راجل أخر اللي بغاي يخلق جامعة غادي يعني غادي يلقاها بحسب الإمكانية المادية شكون غادي يساعدك شكون غادي يخدم معك شكون غادي يفهمك ولكن المشكل التاني اللي كان يعني اللي كان حاضر بواحد شكل قوي بزاف هو السين ديالي والعامل السين ديالي في العام اللي خلقتنا فيها الجامعة كانت عندي بدعة 24 سنة وكان عندي مشكل كبير ديال المصداقية يعني المجتمع المغربي كان يقول كيفاش هاد البن الصغيرة هاد يعني غادي 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 خلق جامعة غادي ترأسه وغادي كانت عندي مشكلة المصدقية في السن ديالي والناس ما كانوش عارفين بانني عندي عندي ديبلومات ديالي في هذا الميدان وبانني مارسته يعني في امريكا وفرنسا وكنت يعني دوست واحد العدد كبير ديالي فورماسيون واخدي ديبلومات ديالي من الجامعة الدولية وبانني عندي واحد الدراية بهذا الرياضة هذي يعني ما تلقيتي اي مشكلة بصفتك مرأة كتحس بضغوط او كتحس بتعالي من طرف الرجل او ما الى ذلك ابدا 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 وكنت تعجي بزاف مني كنسمع بعض النساء اولى الكثير من النساء اللي كيقولك احنا كي حربنا احنا هذا احنا هذا الله علم اشنه هو الحقيقة ولكن انا كنظر بالنمراء اللي غدي تقوم بالعمل ديالها بجدية وبحب في اي مجال وفي اي ميدان كيف مكان الى بينات يعني القدرات ديالها والطاقة ديالها والمعقول ديالها ما يمكنش ما تنجحش وخي حربوها ما غديش ينجحوه ما في ذلك المحاربة اذا انا كنت تعجبني كنسمعها درا يعني واحد المشكلة هذا ممكن تتلقاه مرأة وممكن يتلقاه رجل اذا هو تابع لطبيعة الشخص وعمله هاد شي اللي كان هاد شي اللي كان جميل جميل بدأت الجامعة عملها وبدأت اسستيها وشنو كان الاقبال عليها بداية والاقبال من طرف النساء اساسا هلو الاقبال كان واحد اقبال سريع بزاف الاسباب الاتية اولا نقول لكم على الخصوصية ديال هاد الرياضة رياضة الايروبيك اولا هي هاد الرياضة خلقها طبيب جراح ديال القلب امريكي اللي اسموه دكتور كينيت كوبر في الاواخر ديال الستينات وهاد دكتور كينيت كوبر كان بغي يخلق واحد الرياضة خاصة بالقلب لان احنا كنعرفوه يعني المهمة للقلب فدت هي واحد مهمة يعني اساسية اذا خلق هذه الرياضة خلق واحد العدد الحركات اللي هما يقدروا بموسيقى ايه و اي غو بيك اشن هي اي غو بيك هي كلمة لاتينية متكوينة من جزية الفروع اي غو لها اي غاسيون اللي هي التهوية و بيك هو القلب اذا تهوية القلب يعني هذه الرياضة ديال تهوية القلب بالاساس ثانيا هي رياضة متنوعة هي ماشي مثلا رياضة اوحدة مثلا الفوت لعبة واحدة الباسكت لعبة واحدة الرياضات الواتيرية او الاسبو ايغو بيك هما تقريبا اربع هما اربعتاش والاخمستاش النوع وكل نوع مثلا كالانواع اللي خاصة بالشبب كالانواع اللي خاصة يعني بغير بالرجال مثلا اللي الطيبو اللي فيه شوية ديالابوكس كي مارسوه الرجال بزاف كيكونوا يعني فرحانين بيه كي عبروا على واحد يعني الاحاسيس وهذا كي نعوتاني حتى الناس اللي مريدين مثلا الناس اللي عندهم لازم اولا القربو داكشي عندهم شي انواع خاصة بهم يمكنهم اي مارسوه عندك ايضا التخوز يماج يعني الناس اللي فوق ستين عام لفوق ستين عام عندهم ثلاثة او اربعات الانواع اللي يمكنهم اي مارسوه عندك عوثاني الشباب اللي هو يعني عنده واحد طاقة وداكشي يمكنه ديرتش البركدانس اولاو طيبو ثالثان هي رياضة الفقارة والاغنية ونفرحانا بهذا القضية لاننا يمكننا ان جميع شرائح المجتمع المغربي انها انها تمرصة هذه الرياضة اللي نكنين رياضات لي يعني ماشي نقول خاصة بالناس الاغنية ولكن الى ما عندكش واحد الامكانيات هرحانا ما غير ممكنكش تمرصة هذه الرياضة دي مكت يعني ما خاصهاش يعني بعض المات غيالي وغالي بزاف اشنو خاص اي واحد ممكن اي واحد يعني اشنو خاصك خاصك البيدلة ديركد الرياضة والموسيقى وحنا نعرفه بان المغربة كلهم مناعين بالموسيقى ما كانش دار مغربية لما فيهاش لبوست ديال لغاديوه او لتلفازه اذا تصور مثلا هذا الرياضة كتجمع ما بينجوج المسائل الرائعة وهي الرياضة والفن نعم وباش نكمل الجواب ديالي هي لقات واحد واحد الاقبال سريع جدا يعني لهذا الاسباب هذي ولقات ايضا اقبال لانها يعني واحد الحاجة جديدة وحنا نعرفه بان المغربة يعني متفتحين ومتقبلين للحاجة جديدة وعجبات هون وكي مرسوها ويعني وعندها واحد الجانب اللي كحيد الاستخاس والعياء وهذا نعم هذه الرياضة بانواعها الخمسة عشر متواجدة كاملة عندكم في الجامعة نعم طبعا ممكن يكون هناك فرق ما بين نوع واخر بخصوص الاقبال وبخصوص الاهتمام من طرف الجمهور شنه نوع الرياضة عندكم اللي تراعي فيه عنده اقبال كثير اكثر من الاخرين هي وبالنسبة الاقبال هو على حسب المناطق وعلى حسب يعني الدرجة ديال الحفاظ على التقافة ديالنا هنا نعطيك مثلا في الشمال في الاقليم الشمالية معناش الرجال نهائيين وخاكين انواع اللي خاصة بالرجال مثلا الطيبو هو نوع اللي تكون ما بين البوكس أو غوبيك اللي مثلا احنا عنات في رباط او في الطلبة او في مراكسة او في الفاس الرجال بزاف كيمارسوا في الشمال ما كيمارسوش نهائيين احنا كنحترمو هاد المسائيل يعني هادراش الثقافة المنطقة الثقافة هادا عنده شي علاقة بالنوع ديال الرياضة مثلا في الاقليم الجانوبية في الصحراء كين اقبال كبير من الطرف النساء ولكن الرجال معناش راجل واحد اللي كيمارس هاد 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 سرحة هاد قاسم مشترك مبين الشمال والجنوب ها فعلا 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 او لا وكتلقى مثلا في الواسط عندنا عندنا خمسين في المئة درجال وخمسين في المئة ديال نساء إذن نحن كنا نقوم بعمل هذه المنطقة للمحافظة على التقاليد ونحترم مثلا بزاف هذه المسائل مثلا في الأقليم السحرية أو في الأقليم الشمالية مدري براجل لا يكون مصور مثلا في الأنشاة الأخرى كتلقى المدري يقدر يدرب النساء وكتلقى مصور اللي يصوره ولكن نحن نحترم هذه المسائل الخصوصيات نحترمهم على ذكر المناطق الفروع من الجامعة عندكم ما هي المفرعة عندها في المملكة؟ نحن الجامعة أستت 13 عام إذن هي جامعة فتية وعندها إمكانيات ضئيلة جدا نحن بحلقة مجموعة الناس الذين يدروا هذا العمل والذين يحبون هذه الرياضة نحن أولا المكتب تنفيذي الجامعة والذين يقرروا والذين يدروا الاجتماعات وكان الناس الذين يحبون هذه الرياضة وآمنوا بنا وآمنوا بعد الجامعة هذه وجوكي قلنا نحن نقدرنا ساعدكم على سبيل المثل بما أننا في الأقريم الجنوبية هادي واحد تمانسين أو التسعسين تعرفت هنا على واحد السيدة من بوشدور واللي هي السيدة رابعة الشلح واللي هجت عنا أول مرة للرباط وتعرفت على هذا الرياضة ودرت شركة في واحد نجط عندنا وحبت هذا الرياضة وجت ذكرت معي حقيقة لها مستعداً عنكم يعني بدون مقابل وهذا ولقيت فيها واحد الحماس حقيقةً ولقيت فيها واحد الشجاعة وواحد الحضور قوي ودخلناها معنا الجامعة وهذه تلسين ولت الكاتبة العامة لدينا الجامعة لأنها قامت بواحد مجهول كبير وهو أيضاً عند الصفة مكلفة بالأقليم السحراوية إذن عاكم ما كن فاتحين فروع مكاتب تنفيذية في الأقليم إنما عندكم منسقين أو واحدين عندكم عام علاقات يمثلكم هناك تطوعياً كنا نقول أرى ما كنا نعطوهم ولو وما عندنا ما نعطوهم هذا جميل يعني العمل ومشكورين هما على هذا العمل جميل العمل يكون تطوعي وكونوا أهله راضين به وحبوه ويؤدوه يعني برغبة منه فأثناء هذا الحديث اللي شيق جداً لابد أن نستمع لمختارة غنائية ونختاره دائماً تعود من ذوق ضيفنا الكريم اشتبغي السلم برناني تسمع أنا أولاً أنا كان استغل هذه الفرصة بالتواجدية في الأقلم السحروية وكان شيد باب بالموسيقى الحسانية اللي هي في موسيقى يعني رائع جداً ويلا بتوضيلي خاطري دوزولي حسنية حسنة هي اللي كانت تعجبني بززل موسيقى 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 رسالة ديال الصحة وأيضا ديال التعريف بهذا دريده والخصوصيات دياله كان حقيقا واحد تجاوب سريع مع نساء ديال الأقليم الجنوبية ودبا تقريبا هذي سبع سين أو سمسين وحنا نضموه كل عام في مدينة من المدن الصحراوية نشاط اللي كتجمع فيه المدربين والمدربات الأقليم الجنوبية بيش كتتعرفوه على آخر يعني مستجدد فضل رياضة وعلى سبيل المثال كونا خمسة ديال المدربات على الصعيد الدولي مدربات هنا؟ مدربات أنا قولتك في الأقليم الصحراوية ما عناش الرجال نعم بكي مارس بالرياض لا ما كينيش ما كينيش إذن عندنا يعني غرف الأقليم الجنوبية بوحدة عنا خمسة ديال المدربات اللي عندهم أن ديبلوم انتغنسيونال وهذا شيء مفرح كندن نعم إنما هذا الحمد لله ما اللي فرح من جهة ثانية أن المرأة الصحراوية المغربية بدأت توعى بأخطار السمنة بدأت توعى بأهمية الرشاقة وبدأت توعى عن ذيك معايير الجمال اللي كانت تقليدي وقديمة فعلا أنا ماتلت عندها نعم إذن هذا الشيء ما أعطاكم فكرة باش تأسوا فرع في العيون أو في الأقاليم الجنوبية باش يعود جهة الجنوب عندها قرب في المركز؟ فعلا إحنا نحن 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 نخلق فروع على هذا ولكن نحن 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 نح الحمد لله سيدة ربيعة قايمة بالشغل دياله الحمد لله كنتو كانت حسب معلومات ديالنا عنكم هذا كأس المسارة الخضراء اللي خلطتو هذا العام في الداخل كان الثالث مرة في الأقاليم الجنوبية كانوا المرة الأولى والثانية كانوا في العيون مقارنة ما بين الإقبال والحيوية اللي لقات هذا الرياضة في الأقاليم الجنوبية ما بين المرة الأولى والثانية والثالثة هو هذا بعد اسم حتى نعطيك السبب لماذا يعني أننا قلقنا هذا السبب في الأقاليم الصحراوية أولا هو يعني أنا من جيت أول مرة الأقاليم الصحراوية لقيت واحد إقبال يعني خيالي من عند الشباب بالنسبة لهذا البركدانس والهيبوب وهذا وبما أن هات الشباب يعانون من البعد الجغرافي بالنسبة للمدينة الرباطة لهذا والإمكانيات وهذا احنا قلنا بأننا نخلقوا شيء في الأقاليم الجنوبية والنسة الشمال هم هيبتو نديروا العكس دابا حسنا المغرب يتخلط مبقوش دائما كل شيء يمركز على الرباط والضل بيضاء ومركش وفاس إذن خلقنا هذه الثلاثنين يعني هذا الكأس هذا اللي غايكون كل عام في مدينة من المدن الصحراوية وقد استدعاوا الجميع اللاعبين من جميع من المغرب كامل من المغرب كامل على سبيل المثال هذا الضورة مثلا هي الثالثة كانت حوالي 240 لعاب من 33 مدينة من المغرب إذن بالنسبة للإقبال كان واحد إقبال كبير وكان واحد الحاماس أنا قد دورة اللولة والثانية كانوا في مدينة العيون نحن خممنا في مدينة العيون نهار الولي إننا العيون العاصمة للصحراء وفيها مثلا لافق استركتور يعني مراكز الإيواء فيها 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 مطار فيها هذا مين بديد كانت تشفر مدينة ما كانش فرص كم بأن الدخل بحال هكذا ما كانش فرص نعم هو اللي كنت بغنقول أنا ولكن وصراحة الناس اللي كان بغنشكر هم الناس اللي نضموا مهرجان الدخلة لنضم مهرجان الدخلة الصحراء والبحر هدوكم شكورين بزاف لأن أنا أنا من الناس اللي فرشفت هذا المهرجان تشجعت إذن خليت طيارة اكتشفتها وكان قول إيواء إذن كان أوطلت كان مطار كان واحد عدم مراكز الإيواء إذن من لك تجيب اللعبة من المغرب كاميرا غسكتسكنهم غسكتو كيفين توكلهم وشكين تخطغ وشكين وشكين غسكتو وشكين إذن إذن هذا المهرجان يعني رأخلف واحد إيجابي كثير على بزافة المغربة وأنا نعطيك على سبيل مثال العائلة دي بابدو كي يكتشفوا الدخلة كان أوطلات كاين كان عدو واحد العدد دي المسائل واللي نبغي نقول أيضا وأن السلطات كلها ما غدين ما نذكرهم بواحد ربما نسى واحد السلطات كلها السلطات ما يكونوا يساعدوا بواحد القوة فلا السلطات ديال الدخلة كلهم بدون استثناء سندونا واحد المساندة وساعدونا واحد المساعدة قسما بله أنا ما كونش أول عليها نهائيا يعني واحد المساعدة خيالية وسهلوا علينا المؤمورية لأن نحنا جايين من الرباط وبعاد وما نعرف الناس هنا وما من غاد تغير مسوير المسائل كاملة عندها أهمية معطيلها واحد تحييز من الوقت ومن دور الشبيب والرياضة والمسائل اللي هي أي فضاء ممكن يؤثر الشباب تجبره موجود هنا تنسيق مع المسؤولين فقط والوقت ديالك فعلا 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 هالشي 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 هو للقناة نعم هذه الدورة دور كأس المسيرة هون في الداخل درتوها على فعلا يعني نفس الرياضة هي اللي درتو عليها الدورات الفيتات في العيون أو درتوها مختلفة لا لا الدورة الأول والثانية كانوا على ودائما غيبقوا على ودائما وهالتدورة ما هو الهدف هو أولا هذا الشباب ما يعنيش على أنهم ما عندهم طاقات ولا ما عندهم هداوخ تمثلوا ما عندهم يجرون وشنو انا نحن كنحولو نحن من 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 ومن والهدف الثالث هو أننا نجيبوا الناس ديال الشمال ديال الداخل والشمال يبطوا الأقليم الجنوبية باش يشوفوا بعينهم يعني ويتعرفوا على التقافة والحضرة الصحراوية الحسنية اللي هي تقافة يعني عميقة وعريقة وفيها ما يتعرف وفيها ما يتسمع شكرا الأستاذة سلمة بناني كنت معنا ضيفة في حلقة اليوم من برنامج المرأة والمجتمع وللتفكير مستمعي الكرام نعيد تعريفها وهي الرئيسة الفعلية والمؤسسة للجامعة الملكية للرياضات الوتيرية والرشاقة البدنية وحلت مؤخرا ببديدة الداخل لتأسيس تنظيم كأس المسيرة الخضراء للبريك دانس وكان ذاكب تنسيق مع المجلس البلدي لمدينة الداخلة شكرا الأستاذة سلمة بناني على استجابتك لدعوة البرنامج والمعلومات الكافية والشافية اللي أعطيتينه للمستمع الكريم شكرا كذلك مستمعي الكرام على حسن الإصغاء وسخي المتابعة إلى أن نلتقي مجددا نتمنى لجميع أطيب الأوقات وأسعدها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة